حول الموضوع عندما لنا عبر الأقمى الصناعية مباشرة من العراق من بغداد الخبير في شؤول جماعات المتشددة أستاذي شامل هاشمي أستاذي شامل خير أهلا بك معنا مرة جديدة في السوديو الآن تابعت معنا قبل قليل تقرير عن مقتل أبو جليبيب استعرضنا ربما السر وراء قتل أبو جليبيب لكن بحسب دراساتكم بحسب المعلومات التي يمكن أن تكونوا قد تحصلتم عليها ما السبب من وراء قتل أبو جليبيب الهدف والسر من وراء ذلك حقيقة في الغالب هكذا عمليات حدثت سابقا في قاعدة العراق وأيضا في بعض فروع القاعدة في غير العراق هي عبارة عن خلاف أولا على الرئاسة ثانيا خلاف على الأموال وتوزيعها وأيضا تلك اللوبيات التي تصلع من نفسها عصبة داخل التنظيم وتبدأ بينهم ما يعرف بالتحاسد والأمر الذي قد يأتي إلى التآمر لقتل هذه القيادات وأيضا في وقت مبكر من وجود هذه التصنيفات من فصال الإرهابية كانت هناك مجموعة مرتبطة بأبي عبد العزيز القطري أيضا هو من المقربين والمعروفين في عرب الأفغان من الفلسطينيين الذين كانوا بالقرب من بلادن والظواهري حينما تم اغتياله وقتله في وقت مبكر من الصراع في سوريا بالتالي هذه المسلسلات تتكرر كثيرا حينما يتم تصنيف شخص على أنه لديه أنفاس أو لديه حلم أن ينعزل بنفسه في مجموعة عن المجموعة لهم تبدأ عمليات أولا تشويه سمعته في الوسط الذي يتواجد فيه والخطوة الثانية يحاول فصل عن الامتيازات من الحراسة والأموال وأيضا التسكية وهذا ما حدث مع صهر الزرقاوي أبو جوليبيب الأردني حينما حاول أولا أن يكون هو محل الجولاني لكنه لا يمتلك تلك القدرة من حيث الموارد البشرية والثانية أنه لديه الكثير من الأموال التي لا يعرف أين ذهب بها دكتور هشام هناك بعض الإشاعات التي كانت تدور حول دور السوري أبو همام في مقتل أبو جوليبيب لا نعلم إذا كان هذا الدور الذي لعبه واضحا أم لا لكن هل ربما تجدون أنه فعلا أبو همام هو الذي كان سببا في مقتل أبو جوليبيب ولماذا؟ ما سبب وراء ذلك؟ حقيقة أظن أنه كان سبب أو أحد الأدوات التي استخدمت بتجريد أبو جوليبيب من حراسه وأيضا من امتيازاته كونه هو الرئيس في مجموعة الحراس وبالتالي هو مهد لمجموعة الجولاني أن تقوم بقتله بشكل مباشر نعم هو لم يباشر القتل لكن كان سببا واضحا في تجريد أبو جوليبيب من حراسته وأيضا إخبارهم في مكانه وإخبارهم في تحركاته بحسب المؤشرات من الداخل السوري طيب إذا ما كان كذلك الآن بعد مقتل أبو جوليبيب ما مصير الأردنيين المتبقيين الآن هل هناك احتمالين؟ هل يمكن أن يواجه أبو همام السوري؟ هل لديهم القدر على ذلك؟ أم لن يجدوا حلا سوى الإنحناء والخضوع لأبوهما؟ بالتأكيد السينارة الثانية هو الذي سيقع خاصة بالمثال الذي ضربناه بجند الأقصى حينما قلت لأبو عبد العزيز القطري ذاب هذا التنظيم مع جبهة النصرة كونه لا يستطيع المواجهة ولا يستطيع الصمود أما الموارد البشرية والمالية الكثيرة لتنظيم أكبر منه بعشرات المرات نعم طيب الآن يعني ما هو معروف ما هو متداول بأن الولاء والطاعة وكل ما كانت تتغنى به القاعدة والوحدة يبدو واضح الآن بأنه تلاشى ليس موجودا إذن ما الذي تبقى من القاعدة سواء في سوريا أو في أي مكان آخر بعد ما وضح هذا بشكل جلي للكل يعني ممكن أن نقول ما بقي من القاعدة هي قيادة النت وجودها فقط في الفضاء الألكتروني عدا ذلك في جميع فروعها هي لا تمتلك سلطة مركزية وأيضا لا تمتلك الإدارة الواضحة والمباشرة هذه الفروع تنسب نفسها للقاعدة حينما تحتاج إلى المال وحينما لا تحتاج إلى المال تحاول أن تتمرد على طريقة الجولاني وغيره من الفروع الأخرى وربما تنسب نفسها إلى مجموعة قريبة من تطرفها وهذا هو ما يحدث القاعدة لا تخضع إلى ما يعرف بالسلطة المركزية ولا إلى الهيكل التنظيمي الذي يسيطر على كل فروعها شكرا لك على هذه المداخلة معنا دكتور هشامل هاشمي الخبيف شؤول جماعات المتشددة كنت معنا بلقم صناعية مباشرة من بغداد اشتركوا في القناة